السلام عليكم أصدقائنا في قناة مو إيبرا اليوم سألعب تشكيل اللاعبين جديدة في الدفجن سألعب ثلاثة الهجوم بيلنغ هام و بيرناردو سيلفا و إيرلينغ هالند يا شباب طبعا بيلنغ هام بلعب في خط الوسط ولكن بلعب كجناح هجومي أيصار يا شباب و بيرناردو سيلفا كمان سألعب في الخط الهجومي كجناح أيمن اللاعبين هذول يا شباب بارعين في التمرير والتهديف عشان هيك دعمتم بلاعب خط وسط رائع في التمرير اللي هو بيدري خلونا نشوف تشكيل الخصم اللي راح نواجهه يا شباب بلعب تشكيل لاعبين مميزة تشكيل هجومية لازم أكون مركز في الدفاع لأنه أي مرتدر الخاصة ممكن نسجل منها يا شباب ما بدي أطول عليكم أكثر لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة و يالله نبلش و نبدأ مواجهتنا اليوم يا شباب محاولين أنه نعلي تصنيف لأكثر في الدفجن وين طبعا وصلت للدفجن وين قبل أسبوع تقريبا يا شباب و اليوم نحاول نكون من التب على قليمتين ومداية مباراة نحاول نضغط على الخصم يلا برنادو سيلفا تزديد صدها المدافع للأسف يا ضي نونو نحاول نضغط على الخصم من بداية المباراة يا شباب حلوة نالي قطع يا ضي نونو حلوة بلينك هام يا السلام على المرو من بلينك هام بلينك هام نجرب عرضي من بلينك هام آه وين يا بلينك هام وين يا بلينك هام الخصم يحاول عمل مرتدة الخصم يلعب تشكيله هجومية خطيرة صراحة بيبيتو يحاول من ليفاندوسكي آه عمل مرتدة صراحة سريعة جدا سجل علينا الهدف يلا مش مشكلة نحاول ركز اكثر من التعادل مع الخصم يا شباب يلا هلند حاولنا بيدري آه اضغط يوردغير آه عاي ممكن تكون خطيرة ليفاندوسكي خطير يا شباب آه سجل خصم هدف الثاني برضو مش مشكلة يا شباب لسه معنا وقت لازم نركز اكثر 2 صفر الخصم يلا يا هلند دونالي بيدري يمشي يا سيلفا مش وقت الاخطاء التمرير مرة ثاني ليفاندوسكي بحاول يا شباب يلا ينونو حلو قطع من نونو يلا بينكام بيدري حلو يا السلام يلا بينكام يمشي بينكام وينك هلند حلو يمشي يا هلند يمشي يا هلند أعطي لها بيدري يسجلها يا بيدري حلو سجلنا هدف يلا مش مش يلا كويس 2 واحد يا شباب يلا بيدري بيدري نعطيها للسيلفا يلا السيلفا ضغط يا سيلفا حلو الضغط يا سلام يمشي يا سيلفا سيلفا هلند كام ممكن سجل هدف الثاني يا هلند يلا ينونو ننزيب هدف التعادل راتونالي حلو يا بيدري حلو التغطية يلا يهلند ياسلام بيدري أعطيها للسيلفا يلا يهلند أنت قوي أقوي يا هلند يا السلام يا السلام فابينيو أعطيها لبرنادو سيلفا مشي يا سيلفا سيلفا تواقن سلو مشي جوا حلو يا السلام رجيها لسيلفا شباب نحاول نعمل العرضية يلا يهلند كنا رح سجل هدف الثالث كنا رح نسجل هدف الثالث يا شباب يلا ينونو يا السلام تونالي تونالي نونو نمشي لبينك هام وين يا بلينك هام وين يا بلينك هام دفعنا بسرعة معرفة سيطر على بلينك هام يلا يهلند حلو يا السلام يلا بلينك هام بلينك هام هلند هلند نحاول أعطي لسيلفا وانا كسيلفا. كمل يا بيدري. برضو ضاعت كمان فرصة يا شباب. ممكن ممكن فوز ممكن فوز. بعد ما عدلنا الخصم في الشوت الاول. اربع هداف في الشوت الاول صراحة ببراق قوية. يلا بيدري. يضغط يا بيدري. يلا مش مشكل مش مشكل نعمل فال ولا الخصم يهاجم علينا. يلا فابينيو. نمشي ردقيرة ممكن تكون خطيرة يا مرتدي خطيرة شباب لازم ركز بدفاع. لازم ركز بتوموري. لازم ركز. حلو حلو. منعناها. منعناها وركزنا في الدفاع يا شباب. يلا نير. خلص الشوت الاول. حلو. اتعادلنا مع الخصم في الشوت الاول. دخلنا نشوف الشوت الثاني. شو ممكن نسوي. لازم نركز اكثر في الشوت الثاني. يلا تونالي. اضغط يتونالي. توموري. مرتدات الخصم صعب. دائما. عنده هجوم قوي. غطي وردقير غطي وردقير. ليفندوسكي مش طبيعي. مش طبيعي ليفندوسكي يا شباب. سجل علينا هاترك. يلا مش مش مشكلة. مش مشكلة. دس معنا وقت. يلا تونالي. نحن نعطي الهلن. لبيدري. يا السلام حلو التمره. سيلفا. يلا تونالي. يلا يكنسلو. يلا يكنسلو. نحن نعمل عرضي لبيدري. كملها يهلا. كم لعي بلينج هام مش طبيع الحظ يا شباب يلا يتونالي كيف ضاعت هذه الفرصة مش طبيع الحظ يلا يتونالي بلينج هام استنى نونو نمشي يا نونو منندز نونو منندز إلى بلينج هام وينك يا هولند وينك يا هولند برضو راحت هاي الفرصة حذاري لازم كن نحذر أكثر في مرتدات الخصم لازم نركز في الدفاع حلوة نالي يلا رودغير نحاول نعطيها للسيلفا وين وين لازم غير الخطة يا شباب لازم غير الخطة خلص لازم غير التشكيل خلي تشكيل هجومي أكثر طلعتونالي لا لا خلينا نشير نيمار نحط كيميتش ما كانه أفضل يلا هولند بيدري يمشي يا بيدري يا السلام كيميتش يا السلام حلوة سيلفا 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 وينك يا مارتينيلي يضربها يا مارتينيلي مش طبيع الفرص اللي بتضيع يا شباب يلا رودغير غطي يا توموري غطي حلو يا سلامة تغطية توموري مدافع رائع جدا يلا سيلفا 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 نستنى الدعم يا شباب يلا جواه كانسيلو كانسيلو بيدري ضرب يا هلند ضرب يا هلند يا السلام هدف التعادل يا شباب ثلاث ثلاث يوم هلند رائع جدا نسجلنا هدفين طريق هلند في هذه المباراة يلا بيدري ممكن نفوز يا شباب ممكن نفوز بعد ما كنا خسرانين 2-0 يلا مارتينيلي 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 عرضيات مارتينيلي نكسب ركني يا شباب لازم نركز في آخر مباراة يلا يجواه كانسيلو ممكن نفوز يا شباب يلا جواه كانسيلو كانسيلو حلو يا سلام يلا نونو نرجح يا شباب كانسيلو كانسيلو هلند يا السلام يا السلام هاترك يا شباب هاترك من هلند نرد على هاتريك لفندوسكي ونسجل هاتريك بهالند في اخر مباراة وهدف الفوز هدف الفوز لازم نركز اكثر طبعا في المباراة لسه ما خاصت مباراة بس ان شاء الله هذا الهدف الفوز هالند رائع جدا اليوم وهاتريك يا شباب طريق الارلينغ هالند يضغط يا فابينيو مبنى الخصم يتعادل معنا يا شباب تكون خطيرة غطي عدت على خير يا شباب نحاول نعمل مرتدي يا نيويور سرع اللعب سرع اللعب يلا سيلفا هالند سيلفا يا السلام حلوة حلوة التمرير يا سلام يلا بدري نعطيها المارتينيلي نرجح الى هالند سجلها يا هالند كيف ضيعتها كيف ضيح هالند كمية الفرص اللي ضاعت يا شباب مش طبيعية بهالمباراة ضيح هالند كان هدف محقق يا شباب أنا مش عارف كيف ضيحها الهدف فاضي غطي رودغير ها راح نسمع للخصم يتعادل معنا في اخر الضقاء يلا مارتينيلي مارتينيلي نستنى بدري يلا بدري نرجح الى مارتينيلي السريع مارتينيلي نحاول نعطيه له هولند كمل يا مارتينيلي يلا يا هالند ضاعت كمان فرصة يا شباب صفر يا حكم تهت المباراة تموري رأي نركز في تموري وتنتهي المباراة يا شباب الصراحة كانت مباراة رائعة جدا هاتريك من ليفندوسكي وهاتريك من إيرلينغ هالند اربع ثلاث فزنا على الخصم في اخر مباراة بطل هذه المباراة المستحق طبعا يا شباب إيرلينغ هالند صراحة كانت مباراة رائعة كنا رأيكم عن هذه المواجهة في الدفجن في التعليقات لا تنسونا من لايك والاشتراك في القناة يا شباب والسلام عليكم